هاي وده كده هويت الناس قورت انا مالي اعزائي متابعي ومشاهدي يا ام مصر بالرحب بحضراتك وفي لايف جديد معكم وفا محمد اسيو اعزائي متابعينا بالجدد اللي قاموا في حلقة بديدة البيت اصبح كوم تراب زي ما احنا شايفين اعزائي متابعينا كانت مبني ثلاثة ادوار ولسبب المال سقط البيت على أسرة للأسف توفت سيدة اربعينية العمر طبعا معنا احدى الجيران النهاردة اللي شاف الوقع بيته وقصوده هيكلمنا النهاردة ويقول لنا التفاصيل وايه اللي شاك اولا برحب حضرتك يا حق اسم حضرتك نتشرف باسمك يا احمد دلو احمد علي يا اهلا يا احمد قولي بقى عم احمد انت جيرانه جيرانه طيب ايه بقى اللي حصل لا اصلا انا لدينا حاجة بالطاقط كده طلحت هاجري من البيت اللي جيت البيت نازل مرة واحدة دب دب على بعضين كله اه هو كان كان دور طبعا اللي جيت الراجل طبعا نكادنا الراجل اللي طلع من بره جني شدينه طبعا هو ما شدناه على طول واخدناه وطلع على مستيس ومراته واحنا دعاننا نطلع في العاجات المكسارة بقى طبعا البيت كان كان دور 30 دور بالارض كان مدمي قديم ولا جديد لا قديم مد 15 سنة اه يعني طب حدرتك صاحب البيت اه محمد محمد انا كان في مصر ووجودة محمد حمده اه 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 استاذ محمد استاذ محمد حدرتك كنت فيه لما البيت وقع انا كان في مصر اتصلوا بيك وقالو لك على اله جيت بقى ايه اللي جيت وقيت و ايه اللي حصل جيت زياما جيت زياما امتشاكة جيت لجيت المحكمة عيني معنى كان برضي جيت لجيت المحكمة مفيش جيت تاني يوم احتبر بعد ما دفننا وخلصت هي مين بقى نتوافت في البيت مرت عم هو كان بيت عائلة ايه بيت عائلة جاعدة انا بوسرة ايه يعني هي جاعدة مع والاك اه وانا بيت احنا تحنا احنا تحنا جاعدنا الدار الهرض احنا وهم اتاني دور وولد محكمة ايه 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 انا حبيب 16 نفر 16 نفر 16 نفر قاعدين في البيت كنتو فين بقى كلكو لما البيتوا مصير الاسرة بتاع تدعمانة كانت زعلانة بتبوها هي وعيالة وانا مراتي وانا مراتي كانت متصل عليها وراحت ايه وراحت امليه وراحت اتفاس على اليوم ده مفيش غرهية بس مفيش غرهية طلعت ع السلم طلعت ع السلم ما بوي داخل ايه كان جاي من بحر من الزرعة داخل ايه بكان يجمع وماكملش حاجة وراح طالع وراح البيت ايه هو حاسر الحاجة البيت جلت للحق البيت جلت للحق يا بوي البت هياجة وطالع عين حتى يتوضع على وشه هنجي الشال ومسك بيت الزرزك وانا مستشف عليها طبعا الحكومة وما جاتوا خلط طول الليل يو خدونا هنا برضو انتظرانوا وانا بتعاني معنا وراح النياب النيابة طبعا انا خدتنا وراح الرجل جرى عبدالحين الكيابة طبعا انا جادنا في النيابة اخدوا تطول ايه ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل لما جاه الهدد لما جاه الهدد لما جاه الهدد اللي هو من الناحيتين لما جاه الهدد من الناحيتين فطبعا اللي هيهدد ده اللي هيهدد ده بيرج الحطام طبعا ايه هدد طبعا يعني هدد فيه جيران كانت حواليكم هنا كان فيه بيات دور دور واحد ساند البيت في الشارع جوه اي بيت في الشارع جوه لو هدات ايهدد ده الشارع كلها ينزل وابعد كده ما كانش طالع بعمداء كان طالع حامل محمود وكان من الناحية التانية كان فيه بيات يعني من ناحية التانية برضو طبعا ديت هدد وهدد البيت هايسنت علان يدوب سنة بالزبط سنة هم هد بالزبط يدوب سنة وبساق يعني بساق ولا مثلا شروع ولا مثلا يعني حاجة ظهرت عليها مفيش حاجة ظهرت انا وفي حاجة ظهرت مفي حاجة ظهرت كنت احاول ايه الامة احاول الامة على اقرب الامور خالص نطلع من البد خالص انا مش هعرض مثلا 16 نفر عشان خطر ها اجوة الشبية ووهو تم مسا عشان اضع تشل بيئة لا طبعا يعني هوamily لاتظهرت ولا اقرب مفوندي ولا مثلا جدد اتعالبياء ثم 3 دوار من الزبط ومن الضبط حتى من نوع الشجر يقدر كان العكس العاد انه بخارج وشك مسمش مش حاجة مثلا في تحملات ولا حاجة واس يعني مفيش تحملات ولا اي حاجة مثلا مفيش حاجة ظهرة يعني يا ربي مثلا لو في شرخ في واخدبالك مثلا حيطة واجعت نقول ماشي اما دي مفيش اي حاجة كل متعلقاتكو كانت تحت الانقاط كل المتعلقات بتاعي كل كل تحت الانقاط هذا الشبيهة تحت الورهات اعتبر راحت يعني من تحت الانقاط ولا غسالة ولا تلاجة ثلاثة اسر كل عدة حاجة تحت اجل حاجة كان فيه كان فيه غسالة ومتجاز تمام مكلم واغز ابوي كان جايب خضار كان جايب خضار واجهة وفيه جهاز وغضبالك من فقعة شاشة متلاجة ومتجاز ومطابة واجهزة وغضط نوم عبش من مجميعه متكمن بيت كامل مكمل من جميع الاجهزة وكل حاجة ده كله الحاجة الوحيدة اللي فضلت منها شوط الطوب وشوط العبشة طراب طب اللي توافت عندها كم سنة هذي خمسين سنة isn't animals كم سنة 47 سنة 45 45 45 27 شمشي مع بعضين يعني ما فيش هاي بص كده عزي المتابعنا زي ما احنا شايفين بيت اصبح كوم تراب وفي سيدة للأسف توفت ربنا يرحمها كل المتعلقاتهم طبعا تحت الانقاط البيت كان ثلاث ادوار ما كانش فيه اي مشكلة قبل ان يوري البيت تجعل الوري باب لا تتعوري بص كده انا مملوتي شوف انا انا اشوف السابته ولو فيه حاجة ولو فيه حاجة فيه قسر ولا حاجة في التسلق الشروق ولكلاندو كلهم الصبب دين مبينزلش زي ما عيني دوس الصبب دين ديني دي دساك فرط مو دي دساك فرط مو هاي عارفه اساس اعارف الباب ببا دوساك فرط مو وشفى ده السلم ده السلم شفى السلم الموجود ازاي؟ انتباني بايدة ايوه انا بايد محار فا يعني شغلانتك لو في اي حاجة في البيت يعني اجرب الامور انا مكنتش جاعت العالي فيه كنت تنجلت كنت خدت شجر برا عشان الناس هم مش عارض انت في الوقت الحالي عندوك الامكانات ان انت تاخد مكان والله لو قلتلك احنا الامكانيات اللي عندنا ماشي انا اعتبرك نشوفه بس اني لما اخذك انا 18000 جنيه 18000 كانت محطوطة في البيت اللي وق ووضع عمي اعتبر 50000 جنيه ماها البيت احنا اللي جاعدين فيه 50000 جنيه كان حطيتها وضع عمي تحوشت مساة تحوشت عم 68000 اعتبر 68000 ده كله دخل في المواغزة الذهب بتعمرتي كله تحت العنقار يعني كله مفيش الذهب بتاع مرات وردوك والعمي ما الجناش منه اي حاج يعني حتى هو موجود بس هاتي ديفي يعني حتى بس هاتي ديفي بس هاتي ديفي يعني 68000 دول اختفوا وزي ما قلتلك اعتبر الامكانيات اللي المشيان احنا اعتبر ماشيانك وشوربك يعني ما لدينا احنا امتنيات ان احنا نعمل اي حاجة ولماخزة احنا جاعدين في بيت ربع اجرات دوه جاعدين في بيت ربع اجرات دوه مفيش كل واحد وضع مفيش كل واحد وضع اللي جوة دمنا خمس ست مفرج عليهم خوار هم كله مطيها مصدتاش النافار ايجوه ديفيان عادي ومتابعين وزي ما احنا شايفين في بيت تلات طرور اصبح حكم تراب كلهم دلوقتي فقالين ليس لهم اي مقوى طلباتكم بسيطة هم بس محتاجين حاجة سعيدهم وكمان تحجة عمرهم كلها تحت الانقاط